بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف السابع أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مراجعة الباب الثاني من مجال الآداب والأخلاق الإسلامية والآن تعالوا بنا لنتعرف على أهداف درسنا اليوم أن يجيب الطالب على الأسئلة المتعلقة بدرس أهمية التعلم والتعليم قبل أن نبدأ أسئلتنا أعزائي الطلاب هذه بعض النصائح والتوجيهات العامة التي ينبغي لك الحرص عليها أثناء فترة المراجعة أولا الاستعانة بالله والالتجاء له بالدعاء كأن يقول رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ثانيا اختيار المكان المناسب للمذاكرة والبعد عن مسببات الإزعاج ثالثا أخذ قصط كاف من الراحة والاعتماد على نظام غذائي صحي رابعا إذا أشكل عليك سؤال فاستفسر من معلمك عبر قنوات تيمز السؤال الأول ما تعريف التعلم؟ أحسنت ممتاز التعلم هو نشاط يقوم به المتعلم بنفسه يهدف إلى الوصول إلى معارف ومهارات وخبرات جديدة السؤال الثاني ما تعريف التعليم؟ رائع التعليم هو عملية منظمة تهدف إلى إكساب المتعلمين الخبرات المعرفية والقيم والاتجاهات والمهارات الحياتية المختلفة عزيز الطالب رتب الكلمات الآتية لتصل إلى مفهوم التعلم فكر ثم أجب ممتاز التعلم هو نشاط يقوم به المتعلم بنفسه يهدف إلى الوصول إلى معارف ومهارات وخبرات جديدة السؤال التالي ما أهمية العلم والتعلم في الإسلام؟ بذأ الله تعالى سورة العلق بقوله إقرأ ليبين لنا أهمية العلم والتعلم وأوجب الإسلام على كل مسلم أن يتعلم أحكام دينه من عبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها ومعاملات كالبيع والشراء وغيرها وذلك لكي يعبد الله عز وجل على بصيره وأوجب عليه أيضا أن يتعلم بعض العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والصيدلة والصناعة والزراعة والتجارة وغيرها وذلك لأن هذه العلوم هي التي تبنى بها الحضارات وتتقدم الأمم السؤال التالي علل أوجب الله تعالى على الناس أن يتعلموا أمور دينهم لماذا أوجب الله عز وجل على الناس أن يتعلموا أمور دينهم أحسنت لكي يعبد الله تعالى على بصيرة ما الفائدة من تعلم الأمور الدنيوية كالطب والهندسة وغيرها رائع لأن هذه العلوم هي التي تبنى بها الحضارات وتتقدم بها الأمم السؤال التالي بين فضل العلم والعلماء رفع الله عز وجل مكانة العلم وطلبته في الدنيا والآخرة وفضل العلماء على غيرهم من الناس ومن مظاهر هذا التفضيل أولا أن العلماء هم ورثة الأنبياء فقد ورثوا من الأنبياء العلم فهم يحملون الدين ويبلغونه للناس قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ثانيا أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تعالى وذلك لأنهم يتدبرون كتاب الله ويتقونه ويعبدونه حقا ثالثا العلماء هم أرفع الناس منزلة في الدنيا والآخرة قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رابعا أن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة فإذا غاب العلماء ضلت الأمة عن دينها قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء السؤال التالي أكمل العبارة الآتية بما يناسبها من فضائل العلماء أنهم الأنبياء وأنهم أكثر الناس لله تعالى أحسنت من فضائل العلماء أنهم ورثة الأنبياء وأنهم أكثر الناس خشية لله تعالى السؤال التالي وضح كيف اهتم الإسلام بالعلم وضح كيف اهتم الإسلام بالعلم اهتم الإسلام بالعلم اهتماما عظيما فقد جعل طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى ورتب على ذلك الجزاء العظيم والأجر الكبير من الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وجعل الإسلام العلم سببا من أسباب قوة الأمة فقد كانت المساجد على مدار تاريخ الأمة الإسلامية تقوم بدور المدارس في تعليم الناس العلم الشرعي والقراءة والكتابة وبعد ذلك جاءت الكتاتيب والمدارس والجامعات التي اشتهرت على مدار تاريخ حضارتنا السؤال التالي أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها كانت على مدار تاريخ الأمة الإسلامية تقوم بدوري في تعليم الناس العلم الشرعي و و فكر ثم أجب رائع أحسنت كانت المساجد على مدار تاريخ الأمة الإسلامية تقوم بدور المدارس في تعليم الناس العلم الشرعي والقراءة والكتابة من مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم أنه جعل طلبه على كل مسلم ومسلمة أحسنت أنه جعل طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة السؤال التالي على ما يدل قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أحسنت يدل على أن الله تعالى رتب على طلب العلم الجزاء العظيم والأجر الكبير عدد آداب المتعلم للمتعلم آداب ينبغي أن يتحلى بها ويحرص عليها وفيما يلي أهمها أولا إخلاص النية لله تعالى وهذا شرط أساسي لقبول أي عمل قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثانيا الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله وذلك بالمداومة على الحضور والتحضير المسبق للدروس والمشاركة والتفاعل أثناء الدرس وتجنب الانشغال بما يضيع الوقت ثالثا العمل بما تعلم من الخير ويكون بالتطبيق العملي لما تعلمه لأن العلم والعمل مقترنان والتطبيق العملي شرط يستوي فيه العالم والمتعلم ويؤدي إلى تيسير العلم وسهولة تحصيله وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رابعا احترام المعلم وتوقيره والاهتمام بما يقوله وطاعته بالمعروف خامسا النظافة وحسن الهيئة والمحافظة على بيئة المدرسة ومرافقها السؤال التالي ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية من آداب المتعلم ألا يسأل معلمه أبدا أحسنت عبارة خاطئة من آداب المتعلم احترام المعلم وتوقيره والاهتمام بما يقوله بالطبع عبارة صحيحة وأخيرا من أهم آداب المتعلم التطبيق العملي لما تعلمه من الخير رائع أيضا عبارة صحيحة قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير السؤال يقول من خلال هذا الحديث وضح كيف رفع الله تعالى منزلة المعلم في الإسلام إن المعلم في الإسلام له منزلة عظيمة وقدر كبير وذلك لما يقوم به من أعمال كبيرة فهو الذي يرب الأجيال ويعلمهم الخير ويعرفهم بخالقهم ويبين لهم أمور دينهم وقد ذكر بعض العلماء أن حق المعلم آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الخير للأبناء في الدنيا والآخرة السؤال التالي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها للمعلم مكانة عظيمة في الإسلام فهو الذي ويعلمهم الخير و و ممتاز هو الذي يرب الأجيال ويعلمهم الخير ويعرفهم بخالقهم ويساعدهم في معرفة أمور دينهم السؤال التالي ما الواجب على كل من المجتمع والطلاب وأولياء الأمور تجاه المعلم رائع أما المجتمع عامة والطلاب خاصة فيجب عليهم احترام المعلم وتقديره وحفظ حقوقه وأما الآباء وأولياء الأمور فيجب عليهم التعاون مع المعلم فيما يحقق مصلحة أبنائهم إذن تعالوا بنا نلخص الدرس سريعا التعلم هو نشاط يقوم به المتعلم بنفسه يهدف إلى الوصول إلى معارف ومهارات وخبرات جديدة التعليم هو عملية منظمة تهدف إلى إكساب المتعلمين الخبرات المعرفية والقيم والاتجاهات والمهارات الحياتية المختلفة آداب المتعلم إخلاص النية لله تعالى الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله العمل بما تعلم من الخير احترام المعلم وتوقيره والاهتمام بما يقوله وطاعته بالمعروف النظافة وحسن الهيئة والمحافظة على بيئة المدرسة ومرافقها فضل العلم والعلماء العلماء هم ورثة الأنبياء والعلماء هم أكثر الناس خشية لله تعالى والعلماء هم أرفع الناس منزلة في الدنيا والآخرة والعلماء هم صمام أمان هذه الأمة مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم أولا أن الإسلام جعل طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى وأنه رتب على طلب العلم الجزاء العظيم والأجر الكبير من الله تعالى عزيز الطالب انتهى درسنا بفضل الله تعالى مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة